السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الأخوات اللي بس عليكم. منتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم في كامل الصحة والعافية ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم طريقتي في تعمار الطيحة لطريقة اللي باش كنعمره والمقادر اللي كندير فيه والمكوينة دياله. على بركة الله اول حاجة كنديرها البنات بالنسبة للطاحة ديال البقري يعني كنت تعرفوا كيكون شكله كبير وكيحتاج شوية للخدمة وشوية ديال الصبر. بالنسبة للطاحة الكاتجي بيه كتغسله كتخليها يقتر. ومن بعد كدروري كتتحيدي له هاد الجلدة هدي كما كتلاحظي في في الفيديو. دروري هاد الجلدة دروري ومؤكدة جلدة تحييد. كتبقي معه شوية بشوية وحاولي ما ما تقيسيش الطاحة باش ما باش في العمارة ما تخرج لكش العمارة باش ما يتقطع لكش وما تخرج لكش العمارة. كتبقي معهش بشوية بشوية كده حتى تحيدي ديك الجلدة كاملة ويدك وحدك تحيدي ديك الجلدة وحدك اتعوني باليد باش ما كتاي يتقطع شوية الحل ديالك مكتبقي معهش بشوية تحيدي له bait خالدة كبدك الشيحيمة لكه من فيassociه عشرة ودك الجليدة ودك شي كاملة يتحيدي. متنقاه لك المهم جيد مى ما يلحقه وطريقه. اماذا كنتلاحظو كنتقياهم بشوية بشوية حاولي ما امكان باش ما يتقطع شاوي لا تقطع مشي مشكل ما يمغي من الاحسن ما يتقطعش ولا تقطع في التالي غادي تخيط ولكن زي ما من الاحسن يبقى كده كشكل ديالوي بقى منضروش كله مزيان ما يكون شي كله مرقع بالخياطة من بعد ما كان نقيوها البنات كان ناخده سكين يكون شوية ماضي ونحاولو نقطعه نديرو غي واحد الفتحة بحال ده بها كده مش جنب كما ديران الفتحة مش جنبها كده يا ونردو البل مزيان مع السكين باش ما غاديش يقطعنا الطيحة يعني نحاولو نديرو غي واحد الفتحة كده باش نحاول باش نلقوا منين غادي نحلو الطيحة الكاملة من داخل انا هدي هادية طريقتي باش كان نعمر طيحة باش كان نحل الطيحة يعني اللي كان يدير ديك التقيب هكده في الوسط في جنب هكده كما لكم معفوة في جنب وكان ننخدم با كان نخدم بالمغرفة هكده ديال الخشب وكان نبدأ نخدم باديك اليد ديال هكده كان نحاولو نقطع بشبا بداخلها في الطيحن كامل وكان بداخله شوية بشوية هكده يعني ضروري در Blind Bachi ما يتقطاعش صافة كان نحلوه كامل من الجنب وكان بالنسبة للمقادير البنات انا هنا ياخد لي كيلو اللارب ديال الكفتة ونصف كيلو ديال الكبدة ارا عندي هنا تمام متحونين غي خلطهم عندي كفتة ومع الكبدة متحونين هنا يستد البيضات غنحتاج هنا يزلفة ديال المعد نصف متحونة هنا اخد لي ثلاثة ضربيطات الزيتون بصلة تلاتة جوجل بصلة كبار مش لدين رقاق هنا زلفة ديال الروز البيض مع شوية المليحة هنا يحتاجون كذلك نصف كذلك زيت بلدية هنا يتومة متحونة هريسة كذلك الشيء على حسب الضوك مليحة وانا هنا استعملت العطريات الكفتة مكن شاي عندك اتعوضها مع القادية الفلفلة حمرة مع القادية الكامون مع القادية السكنجبير مع القادية البزار وغادي تدري الهريسة الفلفلة حارة سوداني وغادي تدري مع القادية القصبور يابس ويلا عندك لبصلة ناشفة ازيديها معه وبنسبة اللاسوس غادي نحتاجو مطايشة لحسب انتم مش نبويتون قدرتنا ربعة مطايشات ثلاثة الدرس ديال التومة مع القادية كبيرة ديال المعدنوس وغادي نحتاجو واحد الضامة ديال الفلفلة حمرة عندي مطحونة هتعيي لبوت الطريقة نحطها لكم على بركة الله ندوزو الطريقة كنديرو زويتة بلدية في مقلة كنضيفو علي هديك الكبدة ديالنا مع الكفتة نشحروهم شوية هنا ضروري باش كتحرم شوية البنات باش كي يجيو سهلي في الطيب ما كتب قناش الكفتة ودك الكبدة معجنة من داخل وخلص صراحة كياخد الوقت في الطيب ولكن هكذا كنعاونو باش الوقت ديال الطيب ديالو في الفران كي يجي ناقص كي ما اكتلكم هنا درنا ندرت الكبدة مع الكفتة زيت عليها زليفة ديال المعدنوس هنا يضط التومة التومة هنا يلبينات ترى جوج دروس كبار وغير ريوس كبار ديال التومة مليحة ما نكتروش لمليحة يلبينات كتبقى الملحة على حسب الضوء ولكن هنا ما نكتروش لانا غنطروا الزيتون مالح وزيتون والهريسة مالحة الروسة هو مملح ما كنلش نكترو تندوقو هنا يدرت مع الكتبت مع العلق تقريبا ندير ديال لديل هدى العطرية ديال ديال الكفتة. هنا كما قلت لكم مرا فيها بزاف ديال مكونات هذه العطرية ديال الكفتة. هنا نديرو شوية الهريسة كتبقى الهريسة حسب الضوء. إلا كانت حارة ديالي شوية ما كانت شيء حارة ديال هي كتجيبنينا في الطياب. سوف نبقها كده نخلط المكونات ديالي مزيان ونحاول ديك الكفتان فتتها. نكون طيبة ونمعس فيها باش تجين فتتهاكك. واتخلط للمكونات ديالة كاملة. توقع معك داك تكتشحر ديك الكفيتة كتشرب داك داك المديلة اللي تطلق كده يتشرب كده يتشحر مهم كده يتشحر النار لالكفتة الكبدة. باش مطلقناش اللي في العمارة من يكونو كنا مطلقناش المفتحة. صافين بعد ما تتحمر كل شي غادي نخلطو المقادير أخرى اللي مازال ما خلطناهاش. ناخدو شي شي قسعاء او لاشي قصريات شي حاجة اللي كبيرة هكده باش ننخلطو فيها مزيان. هنا هنا رخليت كل شي كيمة سميته صبرتغي شوية ونزلتها. سوف يبديسكا نخلطها لحسب التصوير. ثم اخليوا شوية داك كلاسة ديك الكفتة ودك شي برد شوية عد خلطو. سوف يزلت هنا زلافة ديال البصلة. مش للدارقيقة البنات. هنا روز كيمة ما قلت لكم مسلوق في شوية الماء وشوية الملح. الروز البيض ماشي الروز الجلاسة الصفر. البيض. هاد الروز البنات كيبقى اختياري اللي بغي يديرو. انا بنيسبة لتحالة صغير ما كتنديرو شي غي هادا محيط كبير تبارك الله ودك شي. يعني اخبتم ما يجينيش عامر مزيان وفي نفس الوقت الروز كي يجمع ديك لاصوس كاملة بحلي كي بحلي كتجي مجموعة كي يجمع دوك الموكي موينة كاملين. استزلافة ديال زيتون هنا زيت البيض في البيض البنات. البيض كي يبقى كدليك اختياري على القدر اللي بغيتون. هنا تستاذ البيضات. سوف يوك اتخلطوا مزيان هذا المقادر مزيان. تتنسى جمدوك العناصر كاملة. الطريقة صراحك تصلح لها اليد ليد باش تخلطي بزيان انا مع تصور داك شي كان لي ما كي لي ما كيتقبلش باش تخلطي بيدك ودك شي خلط معكم بالمعلقة هكدا. ده بغن نزول المرحلة ديالتعمار. التعمار ما يمكنش تعمري بالاخر ضروري تعمري بالديك را كل شي مغصول تبارك الله كل شي نقي كل شي ناضي. يعني وهات شي معروف را لكل شي كي يخدم بالنسبة لتبخرة كل شي كي يخدم بالديك للي تي يخدم بالاخر انا صراحة كن بغن نخدم بيد دي ويلي كتبرد لي القلب. صافي كن بقوا نعمر هكدا التحل ديالنا مزيان البنات. بليد انتي كتعمري وانتي كتدخلي مزيان لداخل. ديك الحشوة كاملة تحاول تدخليها مزيان لداخل. هكدا احنا كنعمرو وانتي كتدفعي بيد ديك هكدا باش كتدخلك ديك اللاصوس كاملة ديك التعمار ديك العمارة كاملة كتدخلك الداخل. هنا البنات بدي تسميتهم وبقاش كتدخلي العمارة مزيان من حي اتعمرتهم مزيان. وليت فتحت شوية افتيحة من الجنب. كانت ني تبدأ الترتقلي شوية متماية وكملت عليه دخلت عكملت العمارة من الجنب تحتاني. صافي اتعمرت مزيان. بالنسبة لبنات التحل مخصوش يجي عامر متكس بززاف ضروري. كتخليه شوية فيني تنفسه في الطيابرة كي يزيد دوك المكونات كاملة كدي تنفخه كي يتترتق. ما تعمرهش بزاف إلا لحظة هنا عندي جنبرة ما زالين خاويين ما عمرين شاي بزاف. باش منين يكون في الفران ما غديش يترتقلنا التحل دينا. صافي بالنسبة للسدان ديالو لبنات ما كتدوه بديك اللي كي يقضون هكده كمج جنب. ومالاحسن تتدوه بالخيطة اللي برا هكده يعني ما يمكنش هنا خياطة ندوز اللي كي يقضونها ضروري من الخياطة. خيطة. كتديري الخيطة على الجوج ولا على ثلاثة ولا على ربعة كده تقمتم زيان. ولي برا تكون دقيية مع قمع. وصافيو كتخيطة فين ما عندك شي تقطيع كتخيطة هكده فتاحن ديالك. انا هنا عندي هات الحلة هدي من هنا وهذه الحلة الجنب. صافي كتخيطة كيما كتلاحظو راه ما عمر شاي بزاف. ما مدكت شاي بزاف تبارك الله راه هاز المكونات بزاف والالتحن تبارك الله كبير. ولكن ضروري كتخليو كتخليو فيني تنفس باش ما يترتقش كما قلت لكم. سافين بعد ما خيطنا وصوبنا كنديرو كتخلي اللاطة ديالك على قياس اللاطة ولا شي تبصيل ولاش عجل كتخلي الفران. هنا كتبقى حرية شخصية كتطيبة في الفران ديال دو ولا الفران ديال لغاز. انا هنا في الاخر معاجة كبير ما عنديش لاطة صغيرة بمسبة الفران ديال دو خلتو اللي برتو في الفران ديال لغاز. سافي كتدهني اللاطة ديالك كده بزويتا زيت المائدة وشوية ديال البلدية ولكن البابي كويسون كتديري باش ما يلسق لكش معا باش ما يلسق لكش تحن مع الاخر وصدق ضايع. انا هنا ما درتوش وصراحة ما لسق شاي ولكن من الاحسن اللي عندكم بابي كويسون الورقة يديرهم من تحت باش تفادى وقع هاد المشاكل. كتاخدوا من بعد البنات خديت الخيط ديال الخيط باش كان خيط يكون قاسح مزينا هنا هنا خدمت بالخيط ديال باش كان خدموا المرمض الجهر ستين على عشرة اللي كيخد مورا عارفين كيكون قاسح مزيان قابط انتوما ممتوفر شاي خدوا الخيط ديال الخيطة عادي غيرت اه يرضو بله بزاف ديروا واحدة الربعة ديال المرات ولا خمسة ولا ستان موما يجي باش يقوم تلكم زيان اي باش ننضوروه بهات الشكل هادا وبالنسبة للطياب البنات الفران الفران دار كيتشعل غير من اللي تحت ما كنشعلوش من الفوق كتشعله من اللي تحت حتى كيتم زيان طال لحظة الاخيرة سفي اللي تعرفيه طاب سفي كتشعله لون من الفوق ولا كترديها يتحمر من الفوق شوية ياخد اللون ديالو سفي وتخرجه يعني الفران دارور يكون مش علغي من اللي تحت سفي كتحولي الجميع كامل تحت ديالك كدك بدك الخيطة قمطين زيان لك يعرفوا التقمط طريقة ديال التقمط باش كنا كان قمطو الدراري هاكا كدوروه هنا يلاح لحتو شوية الوسطرة مع مرش مزيان مع مرش مزيان لان ما سقدليش كي ندير نعمر ركتلكم اللي تعمر تحليتهم الجنب سفي المقاو دايرين مع هاكا كاملين وحنا كنا نلويو الخيطة هكداك مقابل العملية كدحت تنكملوه هنا ما ننسى حش نقول للسيدات اللي غادي يشوفوا الفيديو ديالي يشوفوا الفيديو ديالي وكانوا كيتوحموا يسمحوا لي بزاف 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 على هادي الفيديو ولي كانت قريبة وهنا يفاس وبغادي جي مرحبا بي هنصوبوه على الرأس والعين وسمحوا لي بزاف كن عاود نطلب منكم مسامحة بني سبا اللي كيتوحموا اللي يعني كتبقى شهي ومراف خطار كالدار وقلت لاشن زعما ننشاركها معاكم بني سبا اللي بنات المبتدئات واللي بغين يتعلموا الطريقة ديال للاخر هادينا نشاركت معكم الطريقة ديالي لطريقة باش كننصوبوه هنا البنات قبل ما ندخلوها الفران ضروري ما هاد العملية كتاخدي القتاب ديال شواء اول شي حاجه هكذا تكون اللي غد يتقبلك الطاحن كدروري كله كنتقبوه من جناب باش مني كي طيب ما كيتطرطقشه كيتنفس من دوك جناب ضروري نتقبوه مزيان من جناب هادي العملية هادي كتاخدي القتاح تخترتق كما قلت لكم ما كيعمارش باش ما يترتقش الماء يعمارش مزيان وفي نفس الوقت مني نسالي وانا ننفسوها كبشي قطيب ولا شي حاجه وندخلوه الفران دا بغان دوزو اللاسوس ديالنا كنقطع ديك ماطاش ديالنا كنقشره ونقطع كده الطريفات كنزيدو السكاس ديال الماء يعني انتم على حسب الكيميا ديال الماتاش اللي غد يديرو يعني كديرو غاي شوية ديال الماغيفين يطيب كنردو على العافية كيطب شوي باش كالطحنة دي قدب اللي كما تشاطيح ونقول لي ونطحنوها انا رخليتها هنا بزرعة ديالها بكل شي باش كتعطي ديال نسمة ديال الحموضية ديال كتجي حمضة لان بنيسبة لسوصل بناس افعوط الخل ديرو الحمض انا ما كنستعملش انا بنيسبة ليا ما كن اكلش ما كندياش الحمض عندي الحساسية منه كنستعمل الخل وانتو مياني لكنتو اسميتو استعملوا العسر ديال الحمض ديال الحمض يعني هي كتجي على طابة الحمض كتجي مزيانة سافي كتاخديك مطايشة بعد ما تحنتيها كتردوها لان را ما كن كترش اللواني را كتعرفين كتوقفين اللي كوزينة ودري شي حاجة هكذا كتبتتحي رغي مع اللواني هنا يا رضيت في نفس الكاسر انا رضيت مطايشة زيت عليها المعدنوس غاندير القياس ديال ديال التومة هنا التومة كتلاحضور صفرة تحنتها في نفس الماكينة باش تحنت المعدنوس تحنت الاخر خضات اللون هنا كما قد لكم انا اضفت هنا يا الخل انتو ما ديروا الحمض ولا بغيتو حتى بالخلطة هو را كتجي لا تبت شوية الحمض ولكن مش بحل الحمض صراحة جوج معا القلمون تمو والكمية ديال الحمض اللي بغيتو شوية ديالملحة تريد قدية الملحة كتبقى الملحة يعني على حسر الضوق وهنا شوية الهريسة سافي كن رضي المكوينة على كن رضي العافية على البوطات سافيت هنا البزار شوية البزار سافي هم بدون العطرية اللي كنديروا معا دماتها هادي وكن رضي العافية طيب زيان انا هنا كنضيف لبنت واحد الدامة ديال ديال الدامة ديال الفلفلة عندي متحونة ولا بغيتو الطريقة ديالها كتكون بالتومة والعطرية ديالها خاصة وذلك شي كتجي غزال البنت مع اليصوص هكدا وكتجي غزالها مع القطنية كنتو باغين نحط لكم الطريقة قولوا هالي نحط لكم الطريقة ديالها هادي غير الحمرة الفلفلة حمرة ممتحونة كما قلت لكم سافي مبعد ما سميته لكن بعد ما طابنا التاحن ديالنا ناخده اللي في الوقت كياخد واحد الساعة ساعة واربع هكداك سافي كيكون واجد لان تقريبا المقادير كل شي اللي الداخل طيبين يعني ما كياخدش وقت بزاف كتخلي غدا كاي هو باشي طيب ديالك التاحن خضر كيكون خضر كتخلي له الوقت دياله باشي طيب سافي كتخرجي كتقطعي هكدا ترونشات كيما لاحطوا تبارك الله جا كبير تبارك الله جا كبير تبارك الله جا كبير تبارك الله جا كبير ما كيضيعو شي كيما كتلاحظو انا قطعتو هنا الطريقة دياله الشكل دياله من داخل كيجا كتجي ديك اللي العمارة دياله كتجي مجموعة دا كالروز جمعها كتجي الطريقة دياله غزالة ومزيونة كيما كتلكم الروز كيبقى خسيار اللي بغا يديرو اللي ما بغاش يديرو يتفاده ما يديرو شي وهنا لاصوس اللي طيب اللي صوبت اللي كانت لارس اللاصوس كتكون مرافقة معه صافيها كده كتتحطوها كتبدت كتضافها كده مع الطريفة دياله مع الطريفة دياله ديال طيحان هذا هو الشكل النهائي دياله هو البنات نتمنى ان شاء الله تكون وصفة عجباتكم وما بقى ليا نقول لكم خليتكم على خير ومرة اخرى كنطلب المسامحة من السيدات اللي كي توحموا واللي تشهوا وإلى اللقاءة للفيديو آخر ان شاء الله اشتركوا في القناة